اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مثل الشخصيات التاريخية التي يعرفها الجميع لكنهم قد لا يحبونها وبالمثل يمكن لشخص ان يكون في دائرة محددة دون ان يكون يعني ان تكون معروفا على نطاق واسع يعني ان تكون محبوبا او مفضلا لدى الناس امل ان يكون هذا الشرح قد وضح لكم الفرق بين الكلمتين اذا كان لديكم اي اسئلة فلا تترددوا في طرحها شكرا لكم على المتابعة اذا كنتم ترغبون في المزيد من الدروس والنصائح حول تعلم اللغتين الانجليزية والاسبانية ادعوكم لمتابعة صفحتنا على وسائل التواصل الاجتماعي ستجدوننا على سنكون سعداء بمشاركتكم المزيد من المحتوى التعليمي الممتع والمفيد لا تنسوا الاشتراك والتفاعل معنا للحصول على احدث الفيديوهات والمعلومات